ونأخذ أول سؤال من الأستاذة سهير من الجيزة تفضلي يا أستاذ سهير عليكم عليكم سمعكاته لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة ومختلفين عن بعض أول حاجة بس دلوقتي أنا جوزي إحنا داخلين جامعية عشان الولاد وقال الهباء منها هيطلع عشر في الماء لله فأنا عارفة أن أهله متعسرين فأنا ما يطلع فلوس العشر في الماء دول لأهله هيبقى كرة يعني لله ولا المفروض أن هو يطلعهم بره أهله خالص هو قال ندر علي لو حصل كده دلع عشر في الماء لا لا ندرنا مش بنندر يعني هو قال إن شاء الله الفلوس اللي هتبقى من الجامعية بتاعت الولادة دي أنا هطلع لله طي يعني كأنه هتصدق يعني عشان ربنا أكرمكم بالولد أوه عايز يطلع الصدقة فأنا عارفة أن أهله متعسرين يعني شوية ده أول سؤال السؤال التاني يا أستاذ سهير التاني سؤال برضو كان المفروض أنه هنطلع زي مصيح في مصر معنش مش عارفة السؤال ده مسموحة فدلوقتي أنا وأخته مش 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 لطاف مع بعض فدلوقتي أول ما عرفت إن هي المفروض هتطلع معينا أنا قلت له إن أنا مش عايز أطلع والمفروض إن هو اللي كان هيتحمل تكاليف الحاجات دي كلها طي فهل علي يا وزر إن أنا يعني ههدم سعادته منه ما كان هيتطلعه أو وأي حاجة خصوصاً كله عارف إن أنا وهي مش مش كويسين يعني مع بعض في حاسمة يعني في حاسمة يعني عقوبة النكد يعني بلاش النكد يعني النكد دا ما كانش عيسى لأني هي أخته أصلاً لصف نصيف حالاً يعني على ما نيجي نطلع هتكون مخلصة نصيف معبوزها وجاية معينا برضو أستاذة سوير السؤال الثالث تفضل السؤال الثالث أنا مستمع حضرتك عشان موطيها التلفزيون السؤال الثالث يا أستاذة طيب آآ ثالث حاجة بس كنت عايز أعرف واجب الإختفاء بعد الجماعة وإزاي تحاضر أول حاجة أول حاجة حضرتك لو قدنا العشرة في المية دي لأهل زوجك دا حاجة لطيفة جداً جداً وحسن ويبقى ليه سوابين سواب الصدقة وسواب كمان انقرابة فياخد سوابين مش سواب واحد فده أحسن أما مسألة أن أنت قلت مش رايحة فهدت لهم المسألة كلها لا أنت ده اختيار بس الأفضل هو أن أنت تكوني سبب في السعادة لأن في الحقيقة التيسير على الناس وإحساسهم بأن الواحد معهم مع حسن العشرة مع كل دا فأنا أظن أن دوت عايكون أفضل وأحسن أول حقيقة أنت عايز تعبري عن عدم رضاكي عن أختي زوجك أنا شايف أن خيرهم الذي يبدأ بالسلام وأنا شايف أن يمكن أن أدفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وخلينا أقولك نصيحة تتعلق بده أن أقرب طريق لقلب جوزك مش معدته ده أقرب طريق الأسف للوفاة أقرب طريق لقلب جوزك أهله فكل ما تحسيني لأهله كل ما يحبك أكتر فأنا شايف أن الأفضل أن أنت تصلح العلاقة بينك وبين أهل زوجك أفضل بكتير وانت قادر على كده بس المشكلة اللي انت زي ما بيقولوا كده ملكيش نفس خلي نفسك ديت عشان ربنا عشان ربنا يوسع عليك عشان ربنا يكرمك وكل ما تشيل إعباء أنه زوجك يبقى محتار بينك وبينك وبين أهله انت كده فرقتي عنه ومن فرج عن المسلمين كربة من كرة بدنيا فرج الله عنه كربة من كرة بيوم القيام ففرجي عنه الأمر الثالث حكاية مسألة إيه؟ مسألة الاختسال من الجماعة ولا حاجة أصلاً الغسل من الجماعة الغسل الواجب هو تعميم الماء على الجسد على البشرة وعلى الشع إذا عممت الماء على الجسد تم الاختسال تاني إذا عممت الماء على الجسد تم الاختسال أما التوضق قبل الغسل فدي من السنن فلو ما عملت وقوش مش هيبقى غسلك مش صحيح اذا عممت الماء على جسدك فانتي خلاص انتي كده غسلك صحيح انا ليه بقول كده بقول كده عشان الناس ما تتوسوس وما يجيش حد يقوله ايه ده هو انت بتختسل من غير ما تتوضى ايه اللي حاصل يقول ده انا بعمل ده طول حياته وقاله لا ده انت تبص بقى في صلاتك لا اذا حضرتك عممتي الماء على جسدك وعلى البشرة وعلى الشعر ده غسل صحيح وما سوى ذلك فمن سنن الغسل فمن سنن الغسل وما توسسيش نفسك لو سمحت